مرحبا مشاهدينا مع تقييم أولى حلقات مسلسل البراءة وهو من بطولة مشتركة بين الممثلة إلايدا أليشان ودنيزة شاكير ومحمد أسلانتو وسيركايت وتنجو وهولي أفشار القصة بتركز على بنت بتعتقد إنها وصلت للعمر المناسب اللي بتقدر تاخد فيه القرارات الأنسب لنفسها لكن إيش ممكن رح يصير فيها من بعد ما تتصرف على هواها وما تسمع كلام ونصائح إمها المسلسل من كتابة سير مايانك وطبعا من المعروف إنها غابت فترة وما شفنا لها أي أعمال على الشاشة من بعد مسلسل إسطنبول الظالمة طيب هل غيابها واستراحتها إنعكس بشكل إيجابي وزاد من إنتاجيتها واشتغلت على نفسها أكتر في مسلسلها الجديد أو إنه مواضيعها هي نفسها نفسها ما تغيرت متشابهة في بعض الأحداث الجواب وللأسف كان في عيب كبير على مدار سيناريو الحلقة الأولى والدليل هو إنه الكاتبة ما عرفت تطول أو تألف حوارات مختلفة ومهمة تفيد حبكة المسلسل رغم إنه كان من الممكن تضيف حوارات أهم لإنه أساسا بعض أحداث القصة فعلا بتصير في بعض المجتمعات لكن اللي صار كل شوي كنت أشوف شخصية إله بتعيد وبتزيد بنفس الحوار أو الموضوع مع الكار وهو صورك وصورك يعني ما خطيبته هون الكاتبة ضيعت كل حماسي من بعد أول مشهد تشويقي بدأوا فيه الحلقة وبعض المشاهد اللي من دون حوارات كان فيها مماطلة ما لها أي أهمية زي لما بهار انصدمت لما شافت إيرام قدامها كان من الممكن أنها تنصدم على السريع وخلاص من دون المماطلة اللي خلت المشهد جدا غلط وحتى من بعد أول نص ساعة مليت وطفيت الحلقة ورجعت كملتها بعد ساعات تقريبا يعني رتم الأحداث خلال الحلقة الأولى كان ممل في بعض الأحيان لكن اللي أبدعت فيه الكاتبة هو كتابتها للشخصيات وأتوقع كمان الممثلين وافقوا على الأدوار بسبب الشخصيات المميزة واللي أغلبهم ما سبقوا أدموها عشان يثبتوا مدى مهارتهم في هذا المجال ولا لمتى بدهم يظلوا على نفس المنوال باختلافات بسيطة بين كل دور ودور بأدموه وطبعا لما أقتنع أنا كمشاهد بالشخصيات اللي شفتها هذا يعني أن الممثلين عرفوا كيف يجسدوا الشخصيات وبالبداية مع الممثل سركايت وتنجو ممكن تكونوا سبقوا شفتوه بمسلسل بعيدة عن المسلسلات الصيفية وهو مسلسل ذنب إنساني كمان كان بشخصية سيئة لكن ما كان بمستوى مقنع كتير لكن هلأوا مع دور شخصية الكار المريض نفسيا ونوعا ما نرجسي والمحب للسلطة وهو بيعتقد أن الناس لازم يسمعوا كلمته وما يخلفوه أبدا حتى أنه شخصيته ما بتندم على الأخطاء اللي بيعملها لهالدرجة سيئة كل هاي الصفات تعتبر جديدة على الممثل سركايت وتنجو وما سبقوا قدمها وكبداية مع شخصية عميقة بتفاصيلها السيئة كان مقنع وجيد جدا وفي بعض المشاهد كان ممتاز بلغة العيون بتقدر تشوف مدى خبث الشخصية اللي بجسدها أما الممثلة إلايدا أليشان كانت بشخصية لها أبعاد مختلفة وبنفس الوقت الكاتبة طرحت شخصيتها بشكل يتماشى مع أحداث المسلسل بشكل عام مثلا كيف لما بيّنت أن شخصيتها هي من جيل زد واللي ما بتستغني أبدا عن الهاتف الذكي لدرجة أنها رح تتهور وتستخدم التكنولوجيا للتنمر وبنفس الوقت مشكلة سرعة تأقلمها بمختلف الأفكار وحتى لو كانت الأفكار سيئة فهون إلى البريئة رح تبدأ تنحرف عن المسار الصحيح ورح تكون الضحية ومن أحد الأسباب اللي وصلتها لهذا الحال هو تسرعها وجهلها وطبعا كمان من سوء حظها إنها في عالم مليان بالوحوش مثل الكار وطبعا الممثلة إيلايدا كانت ممتازة بآدائها لكامل تفاصيل هاي الشخصية باندفاعاتها وانفعالاتها وفعلا بتستحق جائزة أفضل ممثلة ساعدة واللي كانت مقدمة من لجنة الفراش الذهبية لأنها متميزة بمختلف الأدوار وشخصية الأومبهار كانت فعالة بالمسلسل مثلا شفنا كيف علاقتها مع زوجها سيئة واللي كان بهينها لأنها ما كملك تعليمها وبهذا الحال هي حست نفسها في بعض المواقف ضعيفة وعشان تحس نفسها أوية من داخلها برأيها كانت بتستمد القوة من إحدى الروايات النسوية وكانت بتطلب من بنتها كمان إنها تقرأ من هاي الكتب لأنه برأي الأم بنتها ممكن تقدر وتطور من نفسها وتعرف كيف تقدر تتعامل مع أشباه والدها بالمستقبل أما شخصية الممثلة هوليا أفشار أبدا ما أتوقع يكون فيها شي مميز ببساطة هي بدور الأم اللي مفكر إنه ابنها ما شاء الله حسن الخلق هو بالحقيقة استغفر الله وحتى لو عرفت بأخطائهم رح تضل تكذب عشانه هاي المواضيع كليشية ومستهلكة بما فيه الكفاية بكتير من المسلسلات القديمة يعني بتقدر تتوقع أحداث شخصيتها بكل بساطة وبالنسبة للممثلة دينيز إشن فشخصيتها قريبة شوي من دورها في مسلسل إمدة السفير بحالتها النفسية أما عن إخراج المسلسل ما هذا؟ إبداع بمعنى الكلمة الصراحة بهني المخرج أمور أتاي على هاي النتيجة الرائعة بالإخراج من بعد سنين رجع بنتيجة ممتازة ومتقدمة عن آخر عمل لإله هو مسلسل العشق فعلا طور من إخراجه بشكل ممتاز جدا وحتى اهتم بدراسة ألوان المشاهد بشكل ممتاز ومواقع التصوير مختارة بعناية الإخراج لحاله بعطيه عشرة من عشرة وبالنسبة للموسيقى التصويرية عجبني اعتمادهم في بعض المقطوعات على الموسيقى الدارك اللي بتوحي للمشاهد بالغموض والأسرار المسلسل متعوب عليه من ناحية الإعداد بكتير من التفاصيل وهذا بيخليه بقيمة انتاجية لكن ياريت لو كانت كمان القصة مميزة أكتر بوقتها بيكون المسلسل متكامل أكتر فمثلا في الحلقات الجاية غالبا رح نشوف شي معتاد وهو مثلث الحب بين إلا وإلكار وإيرام مع شوية منافسة بينهم وهذا الشي للأسف معتاد من الكاتبة سيرما لكن بالنهاية وأهم ميزة في العمل أنه برز قدرة بعض الممثلين على تقمص شخصيات أو أدوار جديدة عليهم لترفع أكتر من مستواهم وبالأخص الطاقم الشبابي لا تنسوا دعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والاشتراك في القناة مع تفعيل خاصية الجرس عشان يوصل لكم كل جديد